كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الإرهاب ومكافحة الإرهاب عايزة أسأل حضرتك سؤال بالبلد زي ما بيجي مرض فبنحارب المرض بنعالج المرض بنقول خلاص حاربناه وعالجني لكن أنا بعد لما بخلص فترة العلاج بقول أنا عايزة بققي نفسي من المرض ده ما يجيش تاني نفس القصة عن الإرهاب هل أنا دلوقتي بحارب الإرهاب هل ممكن بعد أما خلص محاربتي لي وأقضي على جميع مصادره وأجفف له كل المنابع اللي بيجي لي منها أقدر أن أنا أعمل وقاية منها الإرهاب يباشا عندي عملية إرهابية تانية هو طبعا المنبع الرئيسي هو الفلجوس يعني الدول اللي بتمول هي دي الأساس وأنا ضد حكاية أنها دايما تتقايني دي أفكار وأفكار متطرفة والكلام ده كله لأن الموضوع أصبح خارج عن طاق الفكر إنما خلينا بس نتكلم هو الإرهاب ما ضربش أمريكا أمريكا أكثر استقرار ما ضربش بريطانيا ما ضربش فرنسا مش كده الضربات هناك كمان بتبقى مجعلة إنها بتيجي كمان الإرهاب دايما بيجي مفاجئ خلاص وبالتالي ما فيش دولة في العالم في مأمن من الإرهاب خلاص دي يحطها قاعدة كده على جنب لأنه الوقاية في الحاجات اللي إزاي دي ما بتنفعش خلاص إنما لازم الحظر ولازم خطتك الأمنية تكون جاهزة لازم يكون عندك جهازية عالية جدا أنك تتعاملي مع الحدث ده بسرعة جدا تمام فلازم أجهزة المعلومات بتاعتك تكون يقزة جدا دي الوسائل العادية اللي ممكن تتعاملي بيها إنها ما فيش جهاز فيش حاجة اسمها أمن بنسبة 100% لازم فيه صغرات كده في جدار الأمن لازم يحصل منها نفاس ده مش معناه فشل بس ده بيحصل في أي دولة في العالم هل معنى أنه حصل حدثة في متر الأنفاء في بريطانيا مثلا إنه البلد غير أمنة إنه البلد دي غير أمنة أو إن الأمن بتاعها سيء لا بس يبقى فيه عاجات بتعدي ما حدش بيقدر يقول ودايما فيه صراع كده بين تطور وسائل الإرهاب وبين تطور وسائل مكافحة الإرهاب فبتبقى عاملة زي الطيارة والساروخ كده طلع الطيارة والطلع الساروخ اللي يضربه خلاص ما بيبيعش الطيارة إلا ما يكون مطلع الساروخ اللي يضربه عشان يبيع هنا ويبيع هنا يبيع هنا فبقى ده سوء في العالم حط في اعتبارك كمان إن ناصر بتنتج الأسلحة دي بتطلع إزاي بتوصل الأسلحة مين اللي بيدفع فلوس الأسلحة دي عشان توصل في يد الإرهابيين دول وده بيزنس آخر وموضوع كده قصة طويلة جدا وبالتالي أنت ما تتعامليش مع الموضوع على إنه دي حوادث وممكن وقاية منها وكام لا ما فيش حد في الدنيا في مأمن من ده إنما ما ينفعش توصمي دولة إنها دولة إرهاب دولة بتعاني من الإرهاب بتطريش تقولي كده إحنا من ضمن مشاكلنا دلوقتي في السياحة مثلا إن أنت بتقولي هنا إن مصر بتحارب الإرهاب آه إحنا بنحارب الإرهاب ونجحنا فيه إن إحنا نحقق انتصارات كبيرة جدا على الإرهاب إنما ما إحنا فيه دول تانية فيها إرهاب وهذه الدول زي مثلا تركيا على سبيل المثال حصل فيها حوادث إرهابية كبيرة جدا ورغم كده السياحة لم تتوقف لها مش كده؟ طيب ما ليه بيحصل عندنا كده؟ لأنه إنت كمان فيه ضغوط بتترتب على ده وبعد القوى اللي بتستغليها ضدك بتستغلي ده عشان تبتدي تتعامل مع هذا الموقف يعني شرم الشيخ على سبيل المثال كانت من أهم المقاصد السياحية في مصر صحيح حصل فيها حدثة طيارة غامضة حتى هذه اللحظة إنما بغض النظر عن ده كله إنه بريطانيا تزعمت الموقف إنها تقود العالم في إنه لا ده شرم الشيخ دي مش أهم وبعدين فيه كمان مفهوم خطأ إحنا بقى بنغلط فيه إحنا كمان عندنا مشكلة إحنا بنتعامل مع العالم لما بيتكلم هو بيعلينا ما أصدر لك ده فيه إرهاب في سينة يا جماعة سينة دي مساحتها 62 ألف كيلو متر مربح وفي نقطة صغيرة يعني في شمال سينة 62 ألف كيلو متر مربح دول محافظتين كل محافظة فيهم 31 ألف كيلو شرم الشيخ دي في جنوب المحافظة بتاعت جنوب سينة والحتة اللي فيها الإرهاب دي حتة 30 كيلو في 30 كيلو يعني 900 كيلو متر مربح فوق خالص في شمال شرق سينة المسافة بين النقطة دي والنقطة دي 600 كيلو 600 كيلو دي تعمل دولتين في الخليج مش كده؟ مصبوط وبالتالي أنت عندك هنا أنت مش عارفها تعبري عن مواقفك بره بهذا الشكل الأجانب بابتعمل عليها أنه سينة في مصر ثلاثة فما حدش بيروح ما سينة دي جنبها على طول فيه مقاصد سياحية إسرائيلية مثلا مش كده؟ الناس بتروح لما دي أقرب مش كده ولا هي؟ صحيح فأنت مش عارفها تعبري أو مش عارفها تخرجي بإعلامك خارج حدودك عشان تدي صورة صحيحة عن الوضع اللي موجود في مصر بشكل دقيق مزبوط يعني مقدرش ألوم بس بره أنا ما لازم ألوم كمان جوا أنا بتعامل إزاي مع هذا الموقف